مشكلة الدواجن هنتكلم على أبعاد المشكلة وبعدين نشوف إيه الجهد اللي عملته الدولة لحل هذه المشكلة ونحط معاهم إزاي بس الناس تفكر يعني أنا جزء من ده رضيت عليه من شوية إزاي نستفكر ده الدولة تريد تدمير صناعة الدواج طب ليه هي تحملت الضريبة العقرية سؤال بسيط ليس إيه ليه بتزرع حاجات أكتر عشان تدخلها فيه خلونا يعني نذهب إلى دكتور خالد مصطفى خبير صناعة الدواجن وعضو مجلس إدارة التحاد العام لمنتج الدواجن منورنا نورك إزاي يا دكتور؟ أهلا بي عمل إيه؟ كل تمام؟ تمام إيه هي أبعاد هذه المشكلة؟ طيب يعني قبل ما ندخل في أبعاد المشكلة زي ما بقولوا كده الانطبعات الأولى تدوم أيو أنا عايز أحط شوية حقائق حلو ثلاثة أربع حقائق كده نتفق عليها ثم ندخل في المشكلة والوضع اللي إحنا بيش رقم واحد إن الأمن الغذاء المصري القيادة الساسية بتاعي إنه هو حاجة مهمة جدا جدا أولوية قصوة قصوة زي ما شفنا إن أسواق كتير وحركة عندك فقرة سابقة إن إزاي العالم تغير بعد الحرب الأوكرانية الروسية ومشاكل التضخم ومشاكل في السابلايتشين في العالم كله ففي مشاكل في الغذاء اللي هو إيش في إيدك فإحنا النهاردة إن الأمن الغذائي ده حاجة مهمة جدا جدا إن إحنا ننتجه وإحنا عندنا في مصر منتجين للدواجن قدروا يحققوا اكتفاء زيدي اكتفاء زيدي فأنا يعني بتصور إن الدولة أكيد حريصة جدا على حماية الأمن الغذائي المصري زي محمة أمن مصر وعادة الاستعادة الأمن المصري ده ما فيش فيه خلافها الحقيقة التانية إن زي ما قلتها في سياق الكلام إن إحنا عندنا منتجين في مصر قدروا على مدار أكتر من 30 سنة يحققوا اكتفاء زيدي من البيض ومن الدواجن وإن الفرخة فرخة الدجاج الأبيض التجاري أنا بمثلها كمصدر بروتين حيوانيا يوسف بيه أنا بمثلها هي الخبز أهميتها تصل أهمية الخبز كمصدر بروتين حيواني لأن إحنا ما نعرفش النفس في اللحمة لما الفراخ بتغلى بيغلى معا مصادر البروتين الحيواني الأخرى وقد كده كلنا وبالسوشيال ميديا كل المصريين عرفوا أهمية البنية بتاع الفراخ فالفراخ مهمة جدا فدي حاجة من النقطة المهمة السبب اللي هيحصل أي أن كان هو يعمل خلل في السوق لابد أن تتدخل الدولة مع المنتجين أو تستورد لتثبت السوق لفترة مؤقتة لازم الناس تبقى فاهمة أنه ده قرار مؤقت في فكرة أن أنا لو اتدخلت عشان أثبت أليات العرض والطلب حلو جدا في حاجات بتبقى بتسميها كده حتى الناس المستثمرين في نفسه يعني ما بيديروا بيزنس ساعات بيأسس الشركة تعمل له في شغل تثبط له بدين يعني يشتري حاجات ويخزن ويعرض ويعمل وهكذا طيب النقطة الأخيرة أه كمّل فاهم الحاجة التانية المهمة أنه زي بيقول لحضرتك أن المنتجين حرسين جدا على الصناعة دي اللي تعبوا فيها على مدار سنين وأسسوها زي مثيلتها في أوروبا وفي أمريكا وفي كلها هي صناعة متكاملة الحلقات على مدار يعني هي انشئت من الستينات ثم تطورت لغاية لما حققت الاكتفاق الزيت زي ما شوفنا كويس دي حققك سبتة يعني لا تقبل التغيير ترجمة نانسي قنقر